حكا الله دكتور الله يحييك أهلاً وسهلاً لا أرضي عليك اليوم نحن في الحلقة العاشرة والأخيرة من هذا الموسم من بودكاست سكينة ونختم بموضوع محبب إلى النفس وتجربة يعيشها كل إنسان اللي هي تجربة الإنسان مع نفسه كيف يتعرف على نفسه فممكن نبدأ بأول سؤال اللي هو ليش التعرف على النفس مهم أصلاً نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله محمد إيه والله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله مضت الحلقات وأسر وتعالى أن تكون مفيدة إن شاء الله للجمهور والجميع نعم الموضوع اليوم فعلاً يعني هذه النفس اللي في داخلك وهي أقرب الأشياء إليك كيف تفهمها كيف تتعامل معها كيف تعرفها كيف تحسن التعامل معها ويعني الهدف من هذه المواضيع عادة في علم النفس هو تحقيق مجموعة من المكتسبات الأول أن يكتشف الإنسان نفسه أن يعرفها هل هذا يعني أنه في ناس ما يعرفون أنفسهم إيه نعم هناك ناس لا يعرف نفسه أو لا يريد أن يعرف نفسه أو لا يكونوا صادقاً في معرفة نفسه وإذا نتكلم ماذا رقص بمعرفة النفس أصلاً يعني معرفة معرفة قوة النفس وضعفها معرفة علولها علالها وعيوبها محاسنها معرفة مخادعات النفس معرفة صحة النفس أمر مرض النفس الثاني المستهدف الثاني هو أن بعد أن يعرف نفسه أن يسعى إلى إصلاحها وتحسينها وتطويرها طبعاً المصطلحات المتداولة في هذا الزمن هي التغيير التطوير التنمية وإن كانت المصطلحات المستعملة في التراث أو في الثقافة عندنا هي الإصلاح إصلاح النفس تزكية النفس رياضة النفس تهذيب النفس والمعنى واحد لكن مع اختلاف استعمال المصطلحات وسيترتب على هذا مجموعة أشياء مثلاً أصلاً كيف تتشكل النفس أصلاً كيف تتشكل نفسك على ما هي عليه الآن والموضوع طويل جداً لا أظن أننا سنحيط به في هذه الليلة لكن لعلنا في هذه الليلة نركز على أبرز القضايا وأهم المواضيع إذا قلنا نبي نتعرف على أنفسنا فقد يكون السؤال الأول هو سؤال وش هي هذه النفس أصلاً أو كيف تشتغل أيها ما هي النفس يمكن نرجع خطوة قبلها شوي ما هو الإنسان أصلاً ما الإنسان أصلاً يعني ما الذي يجعل الإنسان إنساناً ما الذي يكسبه هذه الإنسانية بماذا صار الإنسان إنساناً ولقد كرمنا بني آدم كرمهم الله بماذا وهذا السؤال مهم جداً لأنه يترتب عليها أشياء كثيرة مرتبطة أصلاً بفهمنا بفهمنا لعلم النفس وفهمنا لوظيفة النفس لأن فهمنا لعلم النفس ووظيفة النفس هو مرتبط أصلاً بفهمنا للإنسان وما الإنسان وبماذا هو مكرم على بقية الكائنات والمخلوقات ومرتبط أيضاً بفهمنا للنفس أصلاً وما هي النفس وما النفس وما المستهدفات فيها وكيف نتعامل معها إلى آخرين الإنسان بماذا صار إنساناً كلام كثير طويل جداً عند الفلاسف والمفكرين لكن في المنظور الإسلامي الإنسان صار إنساناً بنفخة الروح فالتكريم هو بهذه النفخة وهذه النفخة أكسبت الإنسان أشياء ليست موجودة في أي مخلوق آخر أكسبته القابلي للتكليف التكليف والمسؤولية والمحاسبة أكسبته الإرادة والاختيار أكسبته العقل لكن العقل الذي أكسبته ليس هو العقل المشترك مع الحيوانات العقل الذي يدير به حياته اليومية فالحيوانات تصنع ذلك لا أكسبه العقل الذي يفكر فيه بالمآلات والخواتيم والمقاصد وأيضاً أكسبته الحس الأخلاقي أو الجانب الأخلاقي فالإنسان تحكمه أخلاق تحكمه قيم تحكمه مبادئ فبمجموعة هذه الأمور صار الإنسان إنساناً إذا فهمنا هذا سيساعدنا هذا الفهم على أصلاً نعرفة يعني الهدف من وجود الإنسان أصلاً في هذه الحياة الدنيا وبالتالي ما يتبع ذلك من فهم النفسي أصلاً وكفية التعامل معها إلى آخره إذن الإنسان صار إنساناً بهذا الأمر طيب الإنسان هذا الإنسان مما يتكون؟ هل هو من هذه الصورة الظاهرة أمامنا اللحم والجلد والأعضاء؟ على مدار التاريخ كل الثقافات كانت تصنف الإنسان بأنه ثنائي إنه الإنسان عبارة عن جسد وشيء آخر إن هذا الهيكل يسمونه الهيكل الجسد يسمونه الهيكل الهيكل هذا ليس هو حقيقة الإنسان إنما حقيقة الإنسان في شيء آخر ثم الثقافات والفلسفات والديانات تتفاوت في تحديد ما هو هذا الشيء آخر إلا في الثقافة الغربية المعاصرة وهي الثقافة الأحادية التي ترى أن الإنسان هو هذا الهيكل فقط أن الإنسان هو هذا الجسد فقط ولا يوجد شيء آخر بناء على مفهومهم الأنطولوجي أصلاً لما هي الوجود إن الوجود هذا عبارة عن ما هي واحدة وهي ما هي الفيزيقية المادة ماتر وكلمة مادة عند الفلاسفة يقصد بها المادة الفيزيقية المادة الفيزيقية يعني اللي يسمى المادة الصلبة يعني المادة المحسوسة بالحواس الخمس للناس في هذه الحياة الدنيا وهذا يسمى المذهب الأحادي الأحادي يعني أن الإنسان عبارة عن شيء واحد طيب وهذه النفس وهذه التفاعلات وهذه الانفعالات وهذا الحب وهذا الخوف وهذا الكراهية وهذا الإيمان وهذه الأخلاق قال كل هذه أنشطة لهذه المادة أنشطة لهذه المادة لأنشطة للدماغ تحديداً لعضو الدماغ فهم ينسبون كل هذه إلى الدماغ طبعاً هذا مخالف لكل الثقافات السابقة ولكل الأدية مما فيها الإسلام الإسلام يؤمن أن الإنسان عبارة عن جسد وشيء آخر دون الدخول في تفاصيل الثقافات الأخرى الإسلام يؤمن بأن الإنسان عبارة عن جسد وشيء آخر الشيء الآخر هو الروح هو الروح ما هي الروح هذه النفخة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان فحولته من طين إلى كائن حي يتحرك وليس فقط كائن حي يتحرك كائن حي بالمواصفات التي ذكرناها قبل قليل التي جعلته إنسانا لكن هذه الروح أيضا لها مظاهر أخرى أو لها قوة أخرى أو لها صفات أخرى التي هي المصطلحات الثلاثة المشهورة النفس والعقل والقلب فالروح هي المظلة العليا وتحت الروح النفس والعقل والقلب لماذا أقول هذا؟ لأن النفس والعقل والقلب ليست مخلوقات إضافية غير الروح الروح مخلوقة ومحسوسة ومن جسم لكن هذا الجسم ليس من جنس الأجسام الفيزيقية إنه من جسم لا نعرف ما هيته لكن النفس والعقل والقلب ليست قسيما للروح ليست مخلوقات إضافية في الإنسان إنما هي صفات أو غرائز أو مظاهر أو تمظهرات أو أجزاء من هذه الروح فعندنا النفس وعندنا العقل وعندنا القلب النفس إذا قيل النفس فلها إطلاقان النفس لها إطلاقات كثيرة لك ممكن جمع الإطلاقات في إطلاقين الإطلاق الأول إطلاقات العامة أن النفس أصلا يطلق بها الإنسان عموما ولا تقتلوا أنفسكم تزهق أنفسهم يعني مقصد به الإنسان عموما وحيانا تطلق النفس بمعنى الروح وهذا كثير يعني كثير أن النفس تقصد بها الروح لكن نحن في علم النفس عموما في علم النفس تحديدا إذا قلنا النفس نقصد بها المعنى الثاني لنفس وهو هذا الجزء من الإنسان أو هذا الجزء من الروح أو هذه الصفات من الروح وهذه القوة من الروح التي تشمل الجزء المعنوي من الإنسان وتحديدا الجزء الذي يشتهي فيه الشهوات فيه الرغبات وفيه الإرادات أيضا فيها الحب فيها الكره فيها الرغبة وفيها عدم الرغبة فيها الإقدام وفيها الإحجام هذا الجزء الذي هو الذي يحرك الإنسان والذي يكون فيه الإرادة والشهوة والمحبة والإلى آخرين ولكن أيضا هناك العقل مثلا العقل العقل هو أيضا ليس مخلوقا إضافيا أو جسما إضافيا في الإنسان لا العلماء من أيام الصحابة والتابعين كانوا يقولون إن العقل غريزة بينما الفلاسفة منذ ذلك الوقت كانوا يرون إن العقل كأنه مادة مستقلة يعني كأنه شيء مستقل أيوة الحقل ما هو العقل العقل هو ذلك الجزء من الإنسان أو ذلك الجزء المعنوي من الإنسان الذي يدرك جعل الله في هذه القوة المدركة إذا قيل القوة المدركة يعني القوة التي تدرك المدخلات من الخارج الذي يسمى الآن الدراك الحسي فهي القوة المدركة والقوة العالمة التي فيها العلم والمعرفة فهذا الدرجة الأولى والدرجة الثانية هي أيضا التي فيها الإرادة فيها التمييز التمييز بين الحق والباطل بين الخير والشر بين الصواب والخطأ ففيها فيها ميزة الميزة الثانية فيها ميزة التمييز الثالثة في العقل هو ميزة الاختيار أو القصد كما يعبرون عنه أحيانا القصد أنها هي تختار بين أن تذهب يمينا أو تذهب شمالا وهذه الصفة موجودة أيضا في النفس أيضا لأن النفس أيضا تختار وتشتير سنتكلم قليلا عن هذا التفاعل بين النفس وبين النفس والعقل وهذا الفهم مهم جدا في علم النفس الإسلامي لأنه يساعدنا أصلا في تفسير كثير من الظواهر النفسية بهذه الطريقة سيتبين هذا معنا إن شاء الله طيب وين القلب؟ القلب هو الوعاء هو المكان هو المحل الذي تكون فيه النفس والعقل ولذلك مثلا في حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم على رأيي بن حجر وغيري من العلماء إنه صار مرتين حصل مرتين هذا ولما النبي صلى الله عليه وسلم صغير طفل صغير رضيع يعني أو صغير لا صغير لأنه كان يقص القصة فكان صغير يعني إنه شق صدره لاحظ شق صدره وأخرج قلبه ونظفه وحشاه بالحكمة لو كان الأمر بالدماغ كان شق الرأس وأخرج الدماغ وحشاه بالحكمة لكن القلب هو المحل وهذا يعني قول باتفاق الغالبية العظمى من علماء الإسلام يكاد يكون يعني إجماعا إلا القليل لأنه هناك من خالف فيه لكن هو القول السائد المشهور حتى أن الشنقيطي لماذا الشنقيطي المشهور مفسر المشهور يقول أنه لا يخالف في هذا أحد يعرف الكتاب والسنة يشدد في هذا يعني وهذا يعني قول يعني هو القول السائد المشهور أنه القلب هو المحل الأكبر لهذه التفاعلات طيب الآن ما وجدنا يعني أحنا أصلاً ما نعرف الروح وبالتالي مؤكد أننا أننا لن نجده في النفس إذن النفس هذه النفس هذه تطلب منك أشياء وتريد منك أشياء فهذا الجزء في داخلك الذي يتحدث يتكلم من هو هذا هو إما النفس أو العقل إما النفس أو العقل ومعظم معظم الإشكالات تأتي من النفس بينما العقل هو الموجه في المنظور الإسلامي ما عندنا شيء اسمه الفكرة السلبية مثلا لأن ما يسمى بفكرة السلبية هي فعلاً هي فعل النفس وليس فعل العقل لأن العقل المفترض فيه أنه يوجه هو الذي يوجهه هو الذي يدل على الصواب فإذا كان هناك من أخطاء طبعاً العقل يخطئ في الإدراك لا شك يخطئ في الفهم يخطئ في المعرفة لكن هذه أخطاء فنية إجرائية ليست من صلب تكوينه أصلاً لكن النفس من صلب تكوينها أنها قد تطلب أشياء ليست من صالح الإنسان قد تفعل أشياء ليست من صالح الإنسان قد تخاف مثلاً النفس من شيء لا ينبغي الخوف منه مثلاً قد تحزن النفس من أشياء لا ينبغي الحزن منهم قد تقلق النفس من أشياء مستقبلية لمبرر القلق منها العقل المفترض في المنظور الإسلامي أن العقل لا يفعل ذلك العقل هو الذي يوجه النفس بينما في المنظور الغربي وهذا أرسط بالمناسب وغير أرسط يعني وبينسينا وغيرهم تكلموا من قديم أنه لا يمكن كانوا يعني يردون على مذهب الوحادية لأنه كانوا موجودا قبل أرسطه كانوا يردون على مذهب الوحادية ذا الذين يقولون ما لا يوجد شيء واحد قالوا كيف يعني هو نفسه يأمر وينهى يعني الخطأ من العقل والتصحيح من العقل كيف يحصل هذا إذن النفس هذه تطلب هل النفس دائما تطلب أشياء سيئة لا وهذا مهم جدا في علم النفس الإسلامي إن النفس على ما تربيها النفس على ما تربيها فالنفس لها إراها طلابات لها إرادات لها محبات وليست كل طلباتها سيئة وليست كل طلبات ليست كل طلباتها للجسد فقط لا أحيانا نفس تطلب أشياء جيدة وإذا ربيتها عند وأصلحتها وهذبتها فإن مع الوقت تصبح مساعدك تصبح النفس مطوع لك وهذا كثير يعني في كلام المتقدمين يقولون أنه جهدت نفسي كذا سنة حتى انقادت لي يعني أنه خلاص أصبحت النفس وهذا حتى نلاحظه نحن مثلا في العلاج النفسي أن الواحد قد يكون عنده شيء خوف أو حزن أو قلق أو أسواس نحن نرى أن هذا كله من النفس ومع العلاج النفسي ومع الرياضة نقصد رياضة النفس يعني ومع مجاهدة النفس لاحظ مصطلح الرياضة الآن أصبح إذا قل الرياضة ينصر في الذهن إلى رياضة الجسد بينما أصل مفهوم الرياضة أصلا مفهوم الرياضة أصله هو للنفس وليس للجسد فجهدت نفسي حتى انقادت لي ينطبق على مرضى الوسواس والقلق والاكتئاب بأنه هو جاهد هذه النفس ويعني أصلحها في بحسب منظور الإسلام طيب أنت تجاهد نفسك أو تسعى إلى إصلاح ماذا أصلا يعني ما الذي تستهدفه أنت في النفس لتسعى إلى إصلاحي وهذه نقطة مهمة جدا وهي التي تميز المنظور الإسلامي عن غير من المنظورات أنه أصلا ما هي المستهدفات أصلا النفسية ما هي المستهدفات النفسية فنحن في المنظور الإسلامي نستهدف خمس مكونات أساسية نستهدف جانب الإيمان والعبادة وهذه شرحناها نحن بتوسع في بودكاست البناء النفسي نحن نستهدف الإيمان والعبادة جزء مهم جدا في حياتك هذه أن تسعى دائما إلى إصلاح نفسك في جانب الإيمان والعبادة تسعى إلى إصلاح نفسك في جانب الصفات النفسية الأساسية تكلمنا عنها وشرحناها مثل الصفات المتعلقة بالصبر الصفات المتعلقة بالرضا وحسن الرضان الصفات المتعلقة بالتفاؤل والرجاء الصفات المتعلقة بالقوة إلى آخره وأيضا تسعى إلى إصلاح نفسك في جانب العلاقات والبودكاست هو اللي راح واللي قبله عن العلاقات فيعني أن تسعى إلى أن تصلح نفسك في العلاقات مع الآخرين الرابع وبالمناسبة يدخل في الصفات النفسية الانفعالات تكلمنا عن هذه أنه أن تسعى أيضا إلى أصلح نفسك في باب الانفعالات ونحن جعلنا الانفعالات جزء من الصفات النفسية عمدا وقصدا لأننا نريد أن نبين أنه ما أسميناه علم نفس الانفعالات العلم النفس الذي يركز فقط على الانفعالات ويرى أنها هي أهم شيء كما سيتبين معنا بعد قليل هو في الحقيقة يعني لا يعطي الإنسان التكريم الذي أعطاه الله إياه إن الإنسان أوسع من هذا وأكبر من هذا الأمر الرابع فيما تسعى إليه في إصلاح نفسك فيما يتعلق بالحياة نظرتك الحياة طريقتك في العيش النجاح والسعادة والتمييز والتفوق شوف أنا غلط قلت التمييز والتفوق لا يلزم التمييز والتفوق يعني برغم أننا نؤصل إلى نحيانا نقع في نفس الخطأ الذي تربينا عليه لا المهم أنه هو مهم تحقق النجاحات بالقدر المعقول الخامس أنه أن تسعى إلى إصلاح نفسك أو مجاهدتها أو مراقبتها أو كذا فيما يتعلق بالعزمات يعني كيفية التعامل في أوقات الشدة وأوقات الأزمات فهذا هو ما يتعلق بالنفس نحن نتكلم عن العقل قبل شوي ولا لا يعشرنا الإشارة أما إشارة وهو تدبير مصالح العيش أن تستطيع أن تشاهد أي برنامج وثائقي عن بعض عجائب الحيوانات مثلا الطيور الهندسية التي الطيور المهندسة التي تصنع عشاشها في غاية الإتقان الحيوانات الصيادة التي تصيد بطرق احتيالية جدا الطيور التي تهاجر كأن معها أجزة ملاحة القرآن دائما يقول إن هذا المستوى المستوى المعيشة الذي يمكن تسميته بعقل سورة الروم يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا القرآن يقول هذا العقل كويس وجيد بس ترى ليس هو العقل الأهم تحرط؟ هو جيد يخلي الناس يعيشون في الحياة ويعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا لكن هو ليس هو العقل الأهم لأن القرآن كان يتكلم عن هذه الأمم وكان يقول هذه الأمم القوية العظيمة كان يتكلم عن عاد وفرعون وأهل مصر وأهل الحضارات ثم يقول لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولكن أكثرهم لا يعقلون كيف لا يعقلون؟ هناك مستوى آخر من العقل وهو الذي يركز عليه القرآن دائما هو العقل الذي يدرك أصلا سبب وجود الإنسان في هذه الحياة يدرك الغاية الكبرى من الوجود يدرك المآلات الأخيرة فهو العقل الذي يميز الإنسان فعلا عن الحيوان لأن المستوى الأول من ناحية فلسفية لا فرق بينه وبين وبين الحيوان إلا بالدرجة وليس بالنوع بالدرجة يعني الحيوانات تقوم الصباح الحيوان يقوم الصباح طبعا ما يفرش أسنانه صحيح بس أنه يعني يذهب ويصيد ويأكل ويتكاثر وينام ويبنى العشاش ويبنى البيوت ثم يموت هذا التصور هو تفسير سورة الروم يعني من ظاهر من هذا الدنيا الإنسان يقوم يأكل يعمل يجلب الرزق يتناسل يتكاثر ثم يموت لذلك التعبير القرآني كالأنعام أنه هذا المستوى من العقل ليس هو الذي يميز الإنسان فعلا المستوى من العقل الذي يميز الإنسان هو العقل الذي يدرك غاية وجوده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا مهم جدا في علم النفس الإسلامي أنه هو الذي يبرر لماذا دخول الدين في علم النفس ليس حاجة بل ضرورة بل إننا نقول أنه لا يمكن لا يمكن أن لا يتصور أصلا وجود علم نفس مكتمل الأركان بدون دخول الدين لأنه لأن عدم دخول الدين سيفقد الإنسان جاربا كبيرا من حياته أصلا من أهدافه ومن غاياته فهذا العقل هذا العقل يعمل على يعمل على عدة مستويات هذا المستوى من العقل يعمل على المستوى الإيماني ويعمل على المستوى الأخلاقي أيضا ويعمل على المستوى الشهواني هو الذي هو الذي ينظم للإنسان ينظم شهوات النفس فالنفس قد تشتهي أشياء فيحرمها فيمنعها مثلا النفس تشتهي مثلا النفس تشتهي أن تأكل مثلا لكن هذا الأكل يضرها فيأتي العقل يقول إن الأكل هذا يضر فيجب أن تمتنعين وأيضا في المستوى الإنفعالي النفس قد تكون خوافة قلقة وسواسية اكتئابية جزوعة فيأتي العقل هنا دوره أن يساعد هذه النفس على أن تستعيد اتزانها الإنفعالي تستعيد انضباطها ولذلك نحن في علم النفس الإسلامي نستخدم هذه المصطلحات النفس والعقل وأنه أن دورك أنك تسعى إلى إصلاح هذه النفس يعني وسعيها إلى الكمالات بالمناسبة مصطلح الكمالات الناس الآن يقولون الكمالية ويقولون المثالية يأتون بباب الذم بينما هي في الأصل أن الإنسان عليه أن يسعى إلى الكمالات لأن الكمالات هي الكمالات التي بإمكان البشر أن يأتوا إليها لكن صار في أذهاننا أن الكمالية هي أن تسعى إلى ما فيه مشقة عليك وما هو أعلى من المطلوب هذا ليس الكمالية هذا هو لغة دقة هذا هو التنطع أو التشدد أو الغلو لكن الكمالية في أصل اللغة وفي استعمال الثقافة الإسلامية هو أن يسعى الإنسان إلى الكمالات التي يمكن للإنسان يحققها بينما ما نحن نسميه الآن الكمالية والذي نقصد فيه نقصد فيه التشدد والتنطع وأن يطلو وإرهاق النفس وعموما يعني أحيانا اللغات تتغير كلمات تتغير دلالتها خاصة يعني مع الانفتاح الكبير على ثقافة قوية قاهرة غالبة وهي الثقافة الغربية فالترجمات أحيانا قد هم ترجموا كلمة إلى أحيانا يسمونه كمالية وإتقان يعني فهذا تقريبا إجابة للسؤال عن ما النفس ما الإنسان ما العقل لعله يكون إن شاء الله إجابة مفيدة هل نقدر نختزل جزء من أدوار النفس كأنها البنزين وجزء من أدوار العقل كأنها الفرامل ويبقى لكل منهم أدوار أخرى لا لا العقل ليس فرامل العقل ليس مجرد أن يمنع طبعا من معاني العقل في اللغة الإمساك أو المسك لكن ليس 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 هذا هو المعنى الوحيد للعقل العقل يوجه العقل يدفع العقل يأمر العقل يحث العقل يوجه جميل طيب دكتور الآن أثناء تعامل الإنسان مع نفسه وش الأهداف اللي يسعي لتحقيقها نعم نعم يعني هذه النقطة مهمة لأنه هي تبين الفروق الثقافية بين الثقافات في فهم النفس أصلا فهم علم النفس ووظيفة علم النفس يعني إلى آخره باختصار في المنظور الإسلامي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لا يمكن الفصل لا يمكن الفصل بين الدنيا والآخر في المنظور الإسلامي ولم يتضرر علم النفس إلا حينما أبعد الله سبحانه وتعالى عن علم النفس أبعد الدين عن علم النفس أبعد المنظور الأخرى يعني عن علم النفس أبعدت المصطلحات الإسلامية عن علم النفس فأصبح علم النفس علم ميكانيكي جاف فكرة سلبية تعدلها لا وعي يعني تظهره إلى السطع أو تتعرف على أنماطه وتعرف سلوكيات تمارسها واحدة ثلاثة أربعة لا الإنسان ليس كذلك الإنسان ليس كذلك الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا وقينا عذاباً مال ولذلك أنت أين تكثف جهدك في إصلاح نفسك ويعني ما هي الغاية أصلاً هي التي ذكرناها قبل قليل في الخماسية هذه تكلمنا عنها الخماسية التي تظهر فعلاً جمالية المنظور النفس الإسلام ورحابة الإسلام وسعة الإسلام مقابل ضيق النظريات الاختزالية فالإسلام يقول أن أنت يجب أن تنظر إلى الإنسان نظرة شمولية أصلاً في البداية فالإنسان خمس مكونات على الأقل وليس مكوناً واحداً لاحظ عندنا خمس مكونات الإيمان والعبادة والصفات النفسية وجزء من الصفات النفسية الإنفعالات التي هي الآن هي البعب الكبير يعني علم نفس الإنفعالات والثالث العلاقات والرابع نظرتك للحياة طريقتك في العيش الخامس تعاملك وقت الأزمات ووقت الشدة وهذا هو أحد الأساسيات الكبرى والمداخل الأساسية في علم النفس ويترتب على ذلك مجموعة أشياء سأذكر بعضها من غير الترتيب أو بحسب الأولوية يعني مثلاً الاهتمام بالصفات النفسية أن تهتم بالصفات النفسية والصفات النفسية تشمل مجموعة عناصر منها مثلاً الصبر وما يتبع من الصبر الرضا وما يتبع الرضا العقل والحكمة وما يتبع العقل والحكمة القوة وما يتبع القوة ما يتبع الانفعالات أيضاً لأن الفعالات نحن نعتبرها جزء من الصفات النفسية ويدخل في هذا أيضاً المفهوم مهم جداً وكريره كثيراً وهو مفهوم اشتغل على نفسك يعني أحد الغايات الأساسية في التعامل مع النفس هو أن تشتغل على نفسك أنه يعني مشروع النفس هذا أحد المشاريع الأساسية عندك وهو ليس مشروع مرحلة هو مشروع عمر ولذلك الشغل على النفس ليس محطة إنما هو طريق ليس هو محطة أو مرحلة تقف عندها ثم تكمل طريقك لا هي الطريق هي نفس الطريق ولذلك الإنسان يعني ترى المتقدمين يستخدمون عبارات في غاية العمق الفلسفية يقولون الإنسان سائر إلى الله يعني الأصل في الإنسان هو السير والارتحال وهم أخذوا من حدث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا كراكب استظل تحت ظلي شجرة ثم راح وترك لأنه أصلا سائر هو أصلا رايح وهناك كتب كثيرة تتكلم عن الهجرة أن نحن مهاجرون أصلا إلى الله والهجرة تعني هي انتقال من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان فكأننا ننتقل كأننا الآن نحن مهاجرون نحن مهاجرون نحن مهاجرون إلى زمن آخر ولذلك خلال طريقنا هذا يجب أننا دائما نتذكر هذا الزمن الآخر هو الذي يضبط لنا علم النفس هو الذي يضبط لنا النفس تعاملنا معها هو الذي يساعدنا كثيرا هذا النظر إلى هذا البعيد إلى هذا الزمن القادم البعيد هو الذي يمدك بالأدوات الكثيرة تساعدك على أن تسير سيرا حسنا هو الذي يمدك بالتصورات العليا التي تساعدك على فهم من أنت ولماذا أنت هنا وما قصتك وأين تسعى وأين تذهب هو الذي يساعدك على إدارة العلاقات مع الناس بإدخال البعد الديني فالبعد الديني لا يمكن فصله أصلا في المنظور الإسلامي لا يمكن تصور أصلا فصله عن حياة الإنسان اليومية وحتى الذين مثلا يعتريضون على علم النفس الإسلامي يقولون لا الدين ليس لو داخل بعلم النفس يفعلون ذلك التقليد طبعا الغربي هم في حياتهم اليومية لا يفصلون أصلا هو في حياتهم اليومية يمارس يمارس علم النفس الإسلامي دون أن يشعر فهو مثلا حتى في العلاقات حتى لو أساء له أحد قال يا أخي خلاص احتسب وتركه طيب هذا جزء من علم النفس أصلا لو حصلته مشكلة قال الحمد على كل حال ولا بأس طهور إن شاء الله طيب هذا هو جزء من علم النفس استعمال المعطيات والمفاهيم وممارسات الدينية في حياتك اليومية هذا هو علم النفس هذا هو علم النفس ولذلك يعني الشغل على النفس العمل على النفس وتقوية الصفات النفسية فيها ويأتي هنا مصطلح مهم جدا يعني المتقدمون يستعملوا مصطلح تزكية ومصطلح تزكية النفس أصبح عند الناس مرتبط بالعمل على النفس في الجانب الإيماني بينما الحقيقة أن مصطلح التزكية تعني أمرين تعني التطهير وتعني النماء النمو فالتزكية والزكاة والزكاة كل هذه المفاهيم متقاربة الزكاة والتزكية والزكاة فهي تطهير ونمو وهو المصطلح المشهور التحلية والتخلية بمعنى آخر هو التزكية هي في حقيقتها أو في تعبيرها النفسي هي طريقة لاكتساب الصفات الحسنة واجتناب الصفات السيئة في كل مجالات الحياة الإنسانية ليس في الدين فقط الجانب الديني أساسي الجانب الأخلاقي الجانب العلاقات الجانب فهمك لنفسك فالتزكية هي التعبير الإسلامي عن الطريقة التي يتعامل فيها الإنسان مع نفسه وكون الناس الآن في هذا الزمن أصبح مصطلح تزكية عندهم مرتبطا بالجانب الديني فقط هو قصور في فهم المصطلح هو قصور فهم المصطلح لأن التزكية هي أن يبدل الإنسان جهدا منهجيا مستمرا في إصلاح نفسه وتحسينها في الجوان المتعددة في الجوان المتعددة الدينية والنفسية والحياتية والعلاقات والأزمات وغير ذلك أيضا من الأهداف المهمة جدا هو حسن إدارة النفس وبالذات ما يتعلق بضبط النفس أن تعرف المفهوم ضبط النفس ليس أصليا في علم النفس المعاصر هو موجود في بعض الفروع وله كتابات وأبحاث وكذا لكنه ليس أصليا فيهم يعني أصلا مفهوم الضبط ليس ليس محببا لديهم أصلا يعني لكن نحن في الإسلام عندنا لا الضبط النفس مهم جدا ضبط الشهوات ضبط الانفعالات ضبط التصرفات وأنت تعرف بعض النظريات النفسية أصلا تعتبر الضبط تتعامل مع الضبط وكأنه نوع من أنواع الكتم والكظم والكبت بينما هذا غير صحيح في منظور الإسلام منظور الإسلامي أن الضبط هو نوع من أنواع التزكية هو نوع من أنواع التربية هو نوع من أنواع إصلاح النفس يعني عموما أن في تعاملك مع نفسك يعني تنهج نهج أفضل طريقة للتعاون مع النفس هو نهج التربية أن تربي نفسك مثل ما تربي أبنائك تربي أبنائك بالطريقة التربوية السليمة وبالطرق الصحيحة وتنصحهم تعظهم تكافئهم تعاقبهم تعطيهم تمنعهم توجههم تعلمهم تدربهم تربيهم كما تفعل مع أبنائك تفعل مع نفسك بل إن نفسك أحق بذلك من غير لك لأنك إذا لم تربي نفسك لن تستطيع أن تربي غيرك سواء كانوا أبنائك أو غيرهم يعني هذا باختصار هو ما الهدف ما الغاية التي نسعى إلى تحقيقها فيما يتعلق بالتعامل مع النفس نعم ضيب دكتور هل هذا الاشتغال على النفس ممكن يكافئ مفهوم تقدير الذات إذا لا فمش المشكلة في فكرة تقدير الذات لا فيه مشكلة لأنه هو السياق دائما نحن نقول المصطلحات تحاكم إلى سياقاتها ما هو السياق الذي وردت فيه أو ترد فيه مفهوم تقدير الذات السياق الذي يرد فيه يرد فيه تقدير الذات ومحبة الذات وإلى آخره هو السياق الإنسانوي الفرداني المعظم للنافس المعظم للذات فالفلسفة مختلفة تماما نحن في الإسلام عندنا مثلا عندنا تزكية النفس إصلاح النفس وعندنا مصطلحاتنا الكثيرة الموجودة بينما في علم النفس الغالبي تلاحظ أنه التركيز على مجموعة قضايا الرعاية الإنفعالية العنشطة الممتعة تقدير الذات ورعاية الذات وحب نفسك وشوي شوي عليها وارفق طيب هذه الثلاثة أو الأربعة وغيرها هي جاءت ضمن سياق ومزاج ثقافي في فهم النفس أصلا وفهم الإنسان قبل ذلك وفهم كيف نتعامل معهم ولذلك حتى نفهمها يجب أن نفهم من ضمن هذا السياق لأن إخراجها من السياق ومحاولة تجريدها محاولة تجريدها من جميع الملابسات التي تحيط بها يجعل الحكم عليها غير دقيق نحن عندنا مصطلحاتنا ومصطلحاتنا وافية وشاملة وتحقق المقصود وليس فينا التطرفات مشكلة تزكية مشكلة تقدير الذات أنها النوع من واحد الحلول الاختزالية المتأرجحة أنه هو اعتراض على الكنيسة الكنيسة تقول أقتل نفسك ومدري إيش واضرب نفسك وضربك على كفك الأيمن أدر الله وكفك الأيسر فهم مباشرة انقلبوا إلى الجهة البعيدة لا أن الحل إذن هو في تقدير النفس وحب نفسك طب ليش هذا التأرجح ليش هذا التطرف نحن في المنظور الإسلامي عندنا التعامل مع النفس فالتعامل مع النفس يشمل الثنائيات هذه يشمل أنه أنت تنصح نفسك تكافئ نفسك تعاقب نفسك تزكي نفسك تصلح نفسك ترفق بنفسك تعظ نفسك توجه نفسك فهذا التوازن هو الذي يولد نفسيات قوية متزنة أما الاتجاه الذي قدر نفسك حب نفسك إلى آخرين ولد في النهاية نفسيات هشة ضعيفة رخوة غير قادرة على التحمل ونفسيات تطلب ولا تعطي نفسيات تنكسر من أدنى إصابة تنكسر من أدنى جرح يعني هي متعودة على الإشباع الإشباع التقدير والاحترام التقدير والاحترام لكن هذا ليس علم نفس ليس علم نفس يعني مفيدا أبدا وهذا المفهوم مركزية رعاية الذات في الفكر الغربي عموما وأحد العكاساته في علم النفس هو أحد الإشكالات الكبرى في الثقافة الغربية عموما وفي علم النفس تحديدا يعني والمنظور الإسلامي يقول لا أنه لا التعامل مع النفس يجب أن يتم بطريقة كما ذكرنا قبل قليل هي الطريقة المتوازنة التي لا تذهب إلى الطرف الذي يرهق النفس ويشق على النفس ولا تذهب إلى الطرف الذي قدر ذاتك أحب ذاتك فإنها يخرج شخصيات أو نفسيات رخوة هزيلة تنكسر من من أدنى جرح وأنا تكلمنا عنه كثيرا نحن يعني وأنت لو فهمت السياقات العامة مثلا الغربية الفردانية التوكيدية الاستقلالية عدم الوصاية الاستغناء بالذات هي سياق هو اتجاه كلي وبمناسبة هو اختيار ثقافي وليس ناشئا عن بحوث علمية بحوث علمية هي جاءت تالية للاختيار الثقافي يعني وهذا في علم النفس كله ترى علم النفس وأول أن تحذر اختيار الثقافي لك ثم تجع عليه الأبحاث وليس مثل ليس مثل ليس مثل علم الأحياء أنت تظهر المجهر والذي يظهر أمامك ترسمه لا أنت ترسم الاختيار الذي تريد والاتجاه الذي تريده ثم تجع عليه الأبحاث وتثبت هل هو صحيح أو لا والأبحاث قد تثبت صحة بعض الأشياء لأنه ما من مفهوم إلا وفيه بعض الخير وبعض الشر و نحن نؤمن إيمانا قويا أننا إذا أجرينا الأبحاث على المنظور الإسلامي ستخرج نتائج أقوى بكثير لأنه منظور متزن شمولي و و و و ومتكامل يعني باختصار هذا هذا هو هي هو جزء من وسطية الإسلام كذلك لجعلناكم أمة وسطا جزء من وسطية الإسلام في في العقائد وفي الأخلاق وفي علم النفس جزء من وسطيته أنه لا يتأرجح ولا يكون النموذج عنده نموذج رداد فعل إنما إنما هو نموذجه من ضبط منذ البداية جميل الآن نوصل لسؤال المليون حكي هذه الحلقة لكيف نتعامل إذن مع هذه النفس ممكن نأخذها مكوّن مكوّن ونبدأ نفصل فيها هي طيب يعني نحن اجتهدنا مما يعني ما هو مكتوب في علم النفس الإسلامي السابق المتقدم ومجدنا أنه من أفضل الطرق تقسيمها إلى نموذج من من خمسة مكونات أو من أو من يعني ثلاث مكونات متقاربة الأول هي البصيرة بالنفس أن يكون الإنسان يعرف نفسه جيدا وبصيرا بها وفاهما لا هذا أول ثانيا العلم العلم هو أن تعلم الصواب من الخطأ تعلم التصرف الأمثل تعلم ما هي الصفات المحمود المطلوب وما هي الصفات المذمومة المنهية عنها والثالث هو العمل التطبيق الممارسة ويتبع العمل أمرين أمران مهم الأول المحاسبة أن تكون دائما في حالة جرد للحساب ومراقبة للخطة لتضعها لنفسك لأن هذا مشروع عمر وأيضا الخامس والمجاهدة أن النفس لابد لها مجاهدة وسنتكلم عن هذا إن شاء الله يعني واحدا واحدا حلو نأخذ الأولى المعرفة بالنفس وضدها الغفلة وممكن حتى نسيان النفس صحيح صحيح أحسنت صحيح الأول هو العلم بالنفس ومعرفة النافس مصطلح البصيرة بل الإنسان النفسي بصيرة مصطلح البصيرة هذا مصطلح قرآني يدل على أن إلى أي درجة الإنسان مستبصر بنفسه ويأتي معه غالبا في علم النفس الإسلامي غالب يأتي معه مصطلح الصدق الصدق مع النفس أن الإنسان يكون صادقا مع نفسه أن ينتبه لنفسه يعرف رغباتها يعرف شهواتها يعرف القوة والضعف يعرف العلل والعيوب يعرف المخادعات يعرف أمراض النفس هو عارف نفسه هو عارف نفسه ما يكذب ولماذا معرفة النفس أساسية لأنه أصلا أنت لن تستطيع التعامل مع شيء تجهله ويدخل عادة في هذا الباب عادة المصطلح المراقبة مصطلح المراقبة مصطلحات المشهورة في علم النفس الإسلامي المتقدم إن الإنسان يراقب نفسه يعني كأنه كأنه مراقب خارجي المراقب الخارجي يكون أصدق في معرفة النفس ويراقب نفسه ويحاكم هذه النفس إلى المرجعية ولذلك أيضا مرة أخرى لا يمكن أن يوجد علم نفس بدون مرجعية أصلا يعني لأنه أنت ستحاكم النفس إلى ماذا ستقيم النفس بناء على ماذا ما هي المعايير التي تستعملها فمراقبة النفس هي يعني معرفة حقيقة دواخل نفسك فأنت مثلا مثلا يعني لا تحب الاجتماعات مثلا أو الزيارات أو أنت مثلا خواف أو أنت فيك شوية حزن أو أنت تعاملك سيء مع زوجتك أو الزوجة عصبية سواء كان باب الإنفعالات أو أنت مثلا كسول في الصلاة مثلا أو أنت منساق إلى مثلا إلى مثلا بعض الشهوات أو لازم تجلس مع نفسك تعرف لماذا أنت كذلك وهذا فيه كلام كثير وتفاصيل كثيرة لكن يعني بحكم الحلقة فأنت أولا تعرف الظاهرة الموجودة تؤمن بوجودها أحيانا ما يعرف الإنسان موجود الظاهرة أصلا ثم تصدق في نفسك في معرفة الدواعي والظواهر الدواعي والدوافع مصطلح الدواعي والدوافع مصطلح قديم ما الذي دعاك لذلك وهنا يأتي الصدق مع النفس بعض النظريات تقول أن الإنسان لا يمكن يعرف دواخر نفسه ولا أخير لا غير صحيح هنا في منظور الإسلامي نؤمن أن الإنسان يستطيع مع الممارسة والجهد كل ممارس جهدا أكثر كل ما اكتشف نفسه أكثر وهو أمر سبحان الله معنى النفس في داخلك لكن فعليا أن تحتاج إلى وقت حتى تعرف نفسك بشكل جيد سواء في باب الانفعالات أو في باب العلاقات أو في باب العمل والكد والجهد ليش أنت كسول في هذا الجانب نشد في هذا الجانب وتركز على النفس ولا تدخل في متاهات كثيرة أنه مثلا صدمات ماضي وما أدري إيش نحن ما عندنا الأشياء هي النفس هذه النفس الآن التي عندك الآن موجودة هذه النفس لماذا هي كسولة في هذا الأمر ونشيطة في هذا الأمر ونحن جعلنا نموذجا لمساعدة الناس على فهم هذا منها أنه طيب ما هي أصلا أنت ما هي محبك ما هي إيراداتك لأن الإيرادة والمحبة عندنا في النموذج الإسلامي أساسية وجوهرية أنت ما هي أصلا محبوباتك ومراداتك وما هي أشياء المهمة بالنسبة لك هل ما كسلت عنه هو مهم بالنسبة لك أم لا غير مهم هل هو من ضمن أولوياتك وليس من ضمن أولوياتك هل ما نشدته له هو في درجة أعلى أم لا درجة أقل فأنت أبدأ تعرف أن المشكلة أصلا في مستوى الإيرادات أصلا أن القلب هذا القلب محمل بإيرادات ليست ليست سليمة الترتيب بحسب الأولوية فهناك مقدم ما حقه التأخير وهناك مؤخر ما حقه التقديم فتعرف أو مثلا في العلاقات أنه أنت والله نفسك شوي يعني مثلا نفسك تحب المديح أكثر من اللازم مثلا تحب المديح أكثر من اللازم أنت تنتبه لهذا في نفسك تجاهده في ذلك ترويضه على ذلك أنه أنت مثلا تغضب وتزعل نفسك يعني الناس يقولون حساسة نفسك يعني تنزعج من من الكلام الآخرين وسبب الآخرين وشتم الآخرين والآخرين طيب لماذا النفس تفعل ذلك لماذا لا تفعل النفس ذلك وأن تبدأ تلاحظ عليها وتشتغل وبمناسبة لا يلزم دائما أن تعرف الأسباب بدقة مهم أنك تشتغل على النفس تعدلها مهم هو التعديل إن عرفت الأسباب والدواعي هذا أمر حسن إن لم تعرف يعني ترى لا يلزم يعني هذا مهم جدا حتى لأن الناس يتضايقون لماذا لماذا أحيانا قد لا تستطيع أن تعرف مصطلح البصيرة يعني متداول عند في اللغة المعاصلة يعني يستخدمون الوعي الوعي يقولون الوعي هو يعني الوعي بالذات الوعي له إطلاقات كثيرة رفع الوعي المجتمعي يعني يقصدون به الثقافة والعلم يعني ثم يقولون وعي الإنسان بنفسه يعني يقصدون يعني فهمه فهمه لنفسه لكن في اللغة لا هذا استعمال خاطئ لكلمة وعي يعني كلمة وعي لا تأتي بهذا المعنى وما أودنا نتوسع نتوسع فيها طيب ماذا تعرف عن نفسك تعرف أدت أشياء واحد طبيعتك أصلا أنت تكون عارف ما هي الصفات الحسنة فيك وما هي الصفات السيئة فيك بمعنى لو جاء أحد قال لك يا الله عطني الصفات الحسنة فيك عطني الصفات السيئة ما تقعد ساعة تفكر يمكن ما تطلع لك جملتين ثلاثة جمل لا تصير عارف نفسك والله أنا عندي هذه الصفات الجيدة فيه وما هي الصفات اللي أنا أشغال عليها ممكن لو سئل بعض الناس عن أوصاف سيارته كتب أكثر مما سيكتب لو سئل عن نفسه الله يفتح عليك وما يحب وما يكره يعني تشبيه لطيف أن الإنسان قد يعرف أوصاف السيارة أوصاف البناء أوصاف البيت أوصاف الأجهزة أكثر ما يعرف عن نفسه وسأتينا هذا بعد قليل أحب أصلاً يدخل يخاف يدخل سأذكر بعض الأمثل على ذلك أيضاً تعرف المزايا التي أعطاكها الله إياها النعم التي أعطاك الله إياها تعرف عيوبك وأخطائك تكون مستبصراً بها ونحن في علم النفس الإسلامي ما نخاف أن نقول عيوب أخطاء إلا أن النفس فيها عيوب وأخطاء ما نخاف حين من جرح مشاعر النفس لا بالعكس هذا من صالح النفس هذا هو الذي يخرج نفوساً قوية نفوساً قادرة على فهم أن لها عيوب تسعى إلى إصلاحها وليست نفوساً لا تحب أن تسمع مثل هذا الكلام ولا تحب أن نام ولذلك مثلاً في بعض المدارس يقولون والمهم اكتشف إمكاناتك في البوتينشيلز اكتشف إمكاناتك وقدراتك طيب واكتشف أيضاً عيوبك وأخطائك وإسعى إلى إصلاحها لاحط الفرق بين مزاجين ثقافيين مختلفين في التعاون مع النفس وفي فهم النفس هذا لا يعني أنك ما تبحث عن البوتينشيلز ما تبحث عن الإمكانات لا تبحث عنها لكن دائماً في المنظور الإسلامي يبحث عن شيء وما يقابله رقم أربعة في النفس ما عرفت الأسباب والدواعي والبواعث لماذا فعلت هذا لماذا تضيقته من هذا لماذا الأمر صعب عليك ليش مثلاً صلاة الفجر صعب عليك ليش مثلاً مسامحة الناس إذا غلطوا عليك صعب عليك ليش أنت عند الإشارة تعصب ليش أنت مثلاً مع زملائك الكشرة متر وعند عيالك بوزك متر ليش هذه مفهومة عند الناس الكشرة متر يعني أنك مبتسم وموسع صدرك والبوز كده معصب وحالتك حالة مع أولادك ليش وكلما كان الإنسان أكثر مراقبة لنفسه مع الصدق كان أسهل عليه أنه يعد بنفسه وينميها ويعني يطورها ويدخل في ذلك معرفة الخفايا المحركة أو المحركات الخفية قد يكونك رغبات طلبات مكبوتات مواقف تجعلك مثلاً تتصرف بهذا التصرف أن تعرف تكتشف هذا وهذا الكلام الذي قلته في السطر هذا فيه تفاصيل كثيرة إلى أي درجة أن تغوص يمكن إذا جاءت مناسبة تكلمنا أنا إلى أي درجة أن تغوص في نفسك إلى أي درجة ترجع إلى الماضي يعني هذه نقاط مهمة جداً في التعامل مع النفس أيضاً لكن في نقطة مهمة هنا مهم جداً يعني التعامل مع النفس لا يكون بالوسوسة والتفتيش والتنبيش والارتياب والشك والتأويل السلبية والارتياب والشك والتأويلات السلبية لا هو هو أن تكون يعني أباً رحيماً حكيماً والقوة مثل الأب الجيد الأب الجيد ترى ليس هو الأب المدلع لأبنائه دائماً إنما الأب الجيد هو الأب الذي يجمع ما بين الرحمة والقوة وما بين اللطف واللين من جهة وما بين الحزم والانضباط من جهة يجمع ما بين اللطف والبتسام والبشاشة من جهة يجمع ما بين الجدية من جهة هذا الأب هو الأب الناجح والأم الناجحة أو المربي الناجح عموماً هذا كله سيساعدك في النهاية إلى معرفة الخلال أين يكمن الخلال قد يكون الخلال بسيطا جزئيا كبيرا قد يكون شرخا عميقا في النفس قد يكون ضعفا كبيرا في النفس قد يكون ضعفا مقبولا من ضمن الضعف المعتاد عند البشر يعني لا يوجد إنسان بلغ درجة الكمال المطلق إلا الأنبياء مستوى العصمة هو المستوى الذي لا يصله إلا الأنبياء أما البشر فهم يسعون إلى الكمالات لكن ليس كلهم يصل إليها كلها مثلا أبو بكر رضي الله عنه من الناس الذين وصلوا إلى الكمالات لكن كم في الأمة مثل أبي بكر ما فيه حتى الصحابة أنفسهم حتى العشر مبشرين بالجنة كبار الصحابة ليسوا على مستوى واحد ولذلك مهم جدا قضية الرفق مع النافس وعدم التشديد عليها نقطة أساسية عدم التشديد على النفس ويعني التشديد على النفس مذموم وتدليع النفس ويعني إرخاء الحبل لها والمبالغة في ذلك أيضا مذموم من القضايا المهمة هنا في معرفة النفس مصطلح لطيف بعض العلماء يجعلونها أول مرتبة وهي مرتبة اليقظة يسمونها يقصدون باليقظة هو الخروج من حال الغفلة والنسيان في القرآن مصطلحين مصطلح النسيان ومصطلح الغفلة ومصطلح النسيان في القرآن جاء بالنص نس الله فأنساهم أنفسهم كيف ينسى الإنسان نفسه يا أخي والغفلة كثيرة بل إن القرآن استعمل مصطلح لطيف قلوبهم في غمرة الغمرة هذه يعني درجة أسوأ من الغفلة اللي هو أنه الشخص اللي تحت الماء مغمور بالماء ولا يتنفس ولا يتكلم فاليقظة هو المصطلح الذي الإنسان يخرج من هذا الماء ويبدأ يتنفسه ويبدأ ينتبه ويشاهد ويلاحظ ويعرفه والقرآن دائما يكرر أنه كثير من الناس غافل أصلا ما يدري عن نفسه وهذا ليس في باب الإيمانيات فقط يعني قد يكون غافل في باب الإيمانيات والعبادة وقد يكون جيدا في الإيمان والعبادة لكنه غافل في باب العلاقات علاقاته سيئة وشرسة وأقشر وشيطاني يعني عنيف وقاسي لكنه يصلي يصوم ما يعني فهو غافل في جانب العلاقات وقد يكون غافل في جانب العزمات مثلا يعني هو ماشي كويس لكن الأول ما تجي أزمة بوم يسقط مباشرة ينكسر وقد يكون غافل أو ناسي نفسه في باب القوة قد يكون ناسي نفسه في باب الانفعالات قد يكون ناسي نفسه فانسيان النفس أو الغفلة في مفهوم علم النفس الإسلامي هو مصطرح يطلق على الإنسان الذي قد يكون عنده مناطق معينة في نفسه فيها تقصير واضح وهو أصلا يعني لاهي عنها وغافل عنها وغير منتبه لها قد تكون هذه شيء في العلاقات قد يكون شيء في الإيمان وليست فقط في الإيمان والعبادة لو جاي السؤال طيب أنا كيف الآن يعني أنا ودي أعرف نفسي طيب كيف أعرف نفسي يعني شوف إذا أنت بتطبق الله مقييس تقول الله عطون مقييس واحدا ثلاثة وأنتهي ما في مقييس اختبارات شخصية اختبارات شخصية ما في عفوا عبارة بشكل أدق ما في مقييس قادرة على أن تقييس كل شيء كل مقياس وهذا معروف في علم المقييس في السايكومتري معروف أن المقييس كل مقياس يقيس ما صمم له في البيئة التي صممت له في الثقافة التي صممت له إلى آخر ولذلك أهم من ذلك هو مجتوى التفكر التفكر والقرآن نص على أهمية التفكر في النفس في الآفاق وفي الأنفس التفكر في الأنفس ليس فقط هو التفكر في هذا الهيكل الجسدي والأجهزة والأدواء والأعضاء الحيوية لا حتى تفكر في النفس فالتفكر هو مصطلح ليس هو التفكير إنما هو أن يخلو الإنسان بنفسه يتأمل في النفس وهو قريب مصطلح مراقبة تفكر التأمل في النفس وليس التأمل الوثني الشرقي الوثنيين تأمل عندهم عبادة مستقلة لها طقوس لا التأمل هنا عملية عملية هي عملية عقلية التفكر هو عملية عقلية عملية عقلية بهدف الوصول إلى نتيجة أما التأمل الوثني الشرقي فهو طقوس المقصود فيها يعني إطفاء العقل هو العكس تماما إطفاء العقل وعدم التركيز والحصول على الاسترخاء التام بإطفاء هذه المكائن الشغالة بإطفاء مكينة العقل عموما الهدف هو أن تتأمل في نفسك لكن أرجوكم بدون وسوسة بدون وسوسة وبدون تشدده أيضا ما يخبرك به الآخرون فالمؤمن مرآة أخيه أو المسلم مرآة أخيه المسلم فأنت تسمع ملاحظات الآخرين وتأخذ محمد الجد ولا تنزعج منها وتنفع بالأكس لحظة والله ترى أنت يا فلان ترى أنت شديد شوي على عيالك توقف لماذا أنا نشديد على عيالي مثلا والله أنت مثلا يعني مثلا دعنا أن أمسكها باب باب مثلا أنت في باب الإيمان والعبادة يا أخي أنت مثلا في الصلاة الضعيف أنت في الصلاة الضعيف أنت يا أخي في باب الشهوات يعني مرخل نفسك العنان يعني ما عندك لم تحقق قيمة الإنسانية فيك بضبط هذه الشهوات لأن الحيوان هو الذي لا يضبط شهواته متى يصبح الإنسان إنسانا ومتى يحقق كمال الإنسانية فيه إذا ضبط ضبط يضبط شهواته وضبط الشهوات لا يعني منع إشباع الشهوات لكن يقصد أنه ضبطها وتوجيهها توجيه الصحيح فما يخبرك بها الآخرون مهم أيضا المقيس مهمة مع هذا المقيس مفيدة تساعدك أحيانا يعني بعض الأشياء فيها مقيس جيدة فتكون يعني لأننا لا نريد أن نوصل الرسالة أن الاستبانات والمقيس مرفوضة لا لكن أقصد أن لا تكفي وحدها لا تكفي وحدها مع ملاحظة أن هذه المحاسبة والمراقبة والبصيرة بالنفسية مشروع عمر وكلنا يعني كلنا في كل مرحلة عمرية تبدأ سبحان الله يعني تتكشف له أشياء ما تكشفت له في المرحلة السابقة وأيضا استثمار المواقف استثمار المواقف التحصل التفكر في المواقف الاعتبار مصطلح الاعتبار مصطلح الاعتبار أنه يحصل مواقف معينة أحداث معينة فهذه المواقف تساعدك على التوقف ومراجعات النفس ومثلا أنت كنت عند الإشارة وعصبت على السائق الذي بجانبك هذا موقف يجب أن تعتبر منه تعتبر يعني تأخذ العبرة تأخذ الدروس منه فتجز مع نفسك لاحظ أنا ليش كذا ما الأسباب ما الدواعي ما العلاج ما الحلول مع الرفق بالنفس والنصح لها والصدق الصدق الصدق معها هنا يمكن تجي مسألات إلى أي درجة تغوص في نفسك وهذه مسألة قديمة بعض المدارس النفسية ترى أنه لا يمكن معرفة النفس إلا بالغوص في أعماق الأعماق وعندهم في هذا يعني يعني آراء كثيرة لكن الصحيح أنه لا ما يلزم هذا بالعكس أنه أحيانا الغوص أكثر من اللازم يعني له آثار سلبية والمتقدمون مدركون لهذا وكتبوا يعني كتابات لطيفة منها مثل مصطلح الباطوس أظن تكلمنا عنه أظن في حلقة سابقة أو نسيت والله الباطوس هذا اللي هو يعني أشبه بالبيارة يعني بيارة أو المجاري التي مجمع مجمع أكرمكم الله نفايات دورات المياهة الحمامات يسمونها الباطوس ولها أسماء يعني عندنا بالعامية يعني معروفة أيضا أيوة أنه يعني أحيانا أنت ما في داعي تنبش أكثر كثير يمكن تصل إلى الباطوس وصولك إلى الباطوس هذا أو للنفايات الكثيرة ما منه مصلحة هذه نقطة مهمة جوهرية في التعاون مع النفس أنه أنت الهدف كإصلاح النفس وليس التحقيق وفتح ملفات القديمة وإلى آخرين وما تقوله بعض النظريات بأنه لابد من فتح جميع ملفات ولابد من معرفة كل شيء أنه هذا غير صحيح هذا غير صحيح أيضا في باب معرفة النفس ووضوع طويل باب معرفة النفس مصطلح أمراض النفوس تكون منتبل الأمراض النفوس طبعا لما يقول أمراض النفوس عند المتقدمين تقالوا أمراض النفوس لا يقصدون بها ما نتدابله نحن هنا في هذا الزمن وهو الأمراض العضوية أمراض النفسية أمراض التي هي التشخيصات النفسية وإن كانت هذه جزء من أمراض النفوس وفيها كتابات كثيرة طبعا قديمة وحديثة لكن غالبا إذا قيل أمراض النفوس في الغالب أنه أوسع من ذلك يعني أصلا مفهوم النفس ومفهوم أمراضها وعلى ليها أوسع من ذلك فالكذب مثلا من أمراض النفوس الغل من أمراض النفوس عدم الصدق مع النفس من أمراض النفوس الحقد الحسد من أمراض النفوس الجبن الكسل من أمراض النفوس فمفهوم أمراض النفوس في المنظور الإسلامي أوسع وأنا أظن أن هذا مفيد يعني مفيد صح أنه يمكن الأطباء قد لا يهتمون بهذا لأن الأطباء في النهاية وليس يدي نصف دواء لكن لا يجوز أن نراعي مسلحة الأطباء مقابل إهدار مسلحة النفس بكاملها فلابد من توسيع مفهوم لابد من توسيع مفهوم أمراض النفوس وأمراض النفوس في هذا الباب بالذات الكذب الكذب مع النفس هل يكذب الإنسان عن نفسه؟ ويخادع نفسه ويخادع نفسه نعم يكذب على نفسه يخادعها الكذب على النفس ومخادعة النفس والقرآن النص على هذا بالنص وما يخدعون إلا أنفسها فالقراء النفس أنه يظهر خلاف ما يبطن أنه يقول هذا هو السبب وهذا كثير في الناس أن يفسر أفعاله وتصرفاته وانفعالاته تفسيرا هو يعرف أنه غير صحيح يفسر اعتذاراته يفسر قبوله للدعوة أو عدم قبوله للدعوة يفسر عصبيته أو عدم عصبيته يفسر يفسره إما لنفسه وهو أشد أنواع الكذب أو يفسر الآخرين وهو يعرف من داخلة نفسه أنه يكذب يعني لماذا؟ لماذا تكذب على النفس؟ ومع الوقت إذا أنت ربيت نفسك على الكذب والمخادعات ستصبح أقوى منك وتصبح تكذب عليك وتخدعك وأنت ما تنتبه وهنا عد وصلت أنت إلى مستوى أنت أصلا غير قادر حتى على علاج نفسك يعني في باب الخوف سواء في باب الانفعالات أو في باب العلاقات أو في باب الصفات النفسية من أمراض النفوس في هذا الباب باب معرفة النفس والبصيرة بها إنكار رفض الاعتراف هذا نلاحظه في العيادة كثير يعني أنه يظهر لك مثلا من شف المرضى في العيادة شيء عجيب المرضى في العيادة يجيك واحد ويشرح لك الحالة وتتناقش أنت وعية ثم تصلون في النهاية إلى نتيجة معينة أنه والله الأسباب هكذا أو الدواعي هكذا أو الدوافع هكذا ثم يقر ويقول والله صحيح هذا يفسير صحيح وفي ناس في مرضى أو قد لا يكون مرضى في الاستشارات العادية أو شيء أنه هم ليسوا مرضى بالتصنيف الطبي لكن قد يكونوا مرضى بالتصنيف المفهوم الأوسع لأمراض النفوس يقول لا مغير صحيح ما هو كذا لا أنا ما بقصدي كذا فأنا أقول لهم دائما أنا لست قاضيا يعني لسنا في محكمة نحن هنا وليس هدفي أن أبينك مخطأ أو أنك مصيب لا الهدف هي أن تعرف نفسك أكثر فإذا أنت الآن لست مستعدا لسمع ما وصلنا إليهم النتيجة نعيد النظر فيها مرة أخرى لا إشكال قد نعيد النظر فيها ويستمر الإنسان في رفض رفض الاعتراف بهذا التفسير لأنه مؤلم بنسبة له ولأنه ربما يهدم أشياء كثيرة بناها على السنوات الماضية الغفلة مثلا الغفلة من أمراض النفوس في هذا الباب أيضا تكلمنا نحن عن الغفلة الأخيرة في هذا الباب باب معرفة النفس وأظنها داخل مع الغفلة والإنكار والاعتراف اللي هو قبول النصيحة سواء كانت النصيحة أو الاستشارة أو المشورة أنه أحيانا الإنسان يرفض قبول توجيه معين أو برنامج علاجي معين أو برنامج إصلاح النفس معين وهو داخل من ضمن مفاهيم رفض النصيحة إما أنه لا يرضى أصلا بيسمع النصيحة ابتداءا أو يشعر بالانتقاص والإهانة لسمع النصيحة أو المشورة فيما يتعلق بنفسه تحديدا أو تتغير مودته للناصح أو لا يغير ما نصح به يسمع يسمع لكن لا يغير يستمر على ما هو عليه لا لا هو التقبل الحقيقي للنصح أنك تسمع وتغير وتجتهد في التغيير وتكون صادقا صادقا يعني مع نفسك في ذلك يعني هذا باختصال يمكن أبرز القضايا التي يمكن أن يعني تقال في هذه الحلقة حول الركن الأول وهو معرفة النفس والصدق معها والعلم بها جميل إذا ننتقل من بصيرة الإنسان بنفسه إلى معرفة الإنسان للصواب والخطأ فهنا وش اللي ممكن نقول عنه في معرفة النفس الأول هو أن تعرف نفسك الثاني أن تعرف أصلا وش الصواب والخطأ وش الصفات التي يجب عليك اكتسابها وهنا نفهم لماذا القرآن والسنة والسنة بالذات والقرآن أيضا يركز كثيرا على العلم 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 المقصود بالقرآن وفي السنة هو هذا هو أن تعرف الصواب والخطأ وما يتعلق بعلم النفس هو أن تعرف ما هي الصفات النفسية التي يجب عليك أن أن تكتسي بها وما هي الصفات النفسية التي يجب عليك أن تتخلص منها فلابد أن تعرف لا بد أن تقرأ لا بد أن تتعلم والناس عادتهم يقولون أعطونا أشياء عملي لا نريد أشياء نظرية وهذا خطأ لا بد أن تعلم العلم أولا باب العلم قبل القولي والعمل فالعلم مهم جدا فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فلابد أن تعلم لا بد أن تعلم أولا طبعا العلم هنا ليس هو نقاش الأفكار أو تصحيح التفكير السلبي اللي عند المدرس المعرفي لا العلم هنا هو المعرفة هو أن تعرف ما هو الصواب والخطأ وأن تعرف ما هي الصفات النفسية المطلوب منك طيب ماذا تعرف؟ إيه وتتعلم مثل ما ذكرنا قبل قليل تتعلم أشياء لا بد أن تتعلم تعلم ما تحتاجه من باب الإيمان والعبادة تعلم ما تحتاجه من باب الصفات النفسية تقرأ فيها وخير ما استثمرت فيها الأوقات هو أن تقرأ في هذه الجوانب في هذه الأبواب أن تعرف العلاقات الصفات النفسية المطلوبة في العلاقات ما الذي يجب عليك في العلاقات مع الآخرين والآخرين أن تقرأ عن مفاهيم السعادة والنجاح مرتبطة بالحياة أن تقرأ عن الأزمات وكيف التعامل معها ومن باب التسويق لبودكاست سكينة كل هذه الموضع تكلمنا عنها تقريبا كل واحد منها تكلمنا عنه في حلقة تقريبا في حلقة من هذه الحلقات أيضا يدخل في باب العلم أنه أنت يعني كيف تتحاور مع نفسك كيف يحصل هذا الحوار الداخلي بين النفس والعقل لا توجد طريقة واحدة هناك طرق كثيرة قد تستخدم الطريقة العقلية في النقاش قد تستخدم الطريقة الوعظية الترغيب والترهيب في النقاش قد تستخدم طريقة التأمل والتفكر والمحاسبة قد تستعمل طريقة المجادلة والمحاجة قد تستثمر المواقف والأحداث في الاعتبار الاعتبار بالأحداث وقد تستعمل سوب التذكير تذكير النفس بين وقت وآخر فهذه الطرق المعرفية إن صحت لغة كلمة معرفية في جانب العلم عن النفس والمدارس النفسية على مدار التاريخ لها طرق كثيرة لكن في النهاية هي تدور حول الخطاب النفسي كيف تخاطب نفسك وهناك مدارس كثيرة وفي الزمن المعاصر اجتهدت المدرسة المعرفية في هذا الباب اجتهدا كبيرا واخرجوا جداول وأسئلة ومقاييس في كيفية خطابك للنفس الذي يسمونه تصحيح الأفكار السلبية لكن هو نسخة من نسخ كيفية التعاون مع النفس المهم هو مخاطبة النفس مخاطبة النفس بالطريقة التي تؤدي إلى النتائج ونحن في علم النفس الإسلامي لا نؤمن بفوقية طريقة على أخرى بل نؤمن أنك طرق متعددة وبعضها يناسب في مقام وبعضها يناسب في مقام على أن نختصر هذا باختصار ما يتعلق بالعلم والمعرفة جميل بعد ما أخذنا مكون التعرف على النفس ثم تعرف على صواب الخطأ الآن مكون الشغل على النفس والعمل عليها ايوةاااااااااااا pandemia ايوة وايوة هذا هو الثمرة أن يشتغل الإنسان عن نفسه هذا الأمر أتكلم عنه كثيرا أهمية أن يشتغل الإنسان عن نفسه وقبل أن أتكلم البقث circus دائما يأتي السؤال فأنت Cheese أتصور أن التعاون مع النفس لا ينفع معه الخطوات العملية دائما يعني خطوات العملية أصلا هي تفترض أنه فيه فيه واحد ثلاثة أربعة ثم تحصل للنتيجة مباشرة مثل طبخة الطعام ملعقتين من هذا ثلاثة مسرات من هذا كمي جرام من هذا وتحطه على النار وتطبخه تخرج الطبخة لا النفس ليست كذلك النفس مشوار الخطوات العملية مفيدة في الجزئيات المحددة وحتى الجزئيات المحددة أيضا يبغى لها شغل ويبغى لها وهذا لا يعني أننا نحن ضد الخطوات العملية لكن لا يجوز أن نفهم أنه الخطوات العملية هي الحل الذي يحقق جميع النتائج إصلاح النفس لا يأتي بهذا واحد ثلاثة أربعة أذكر مرة في العيادة مريضة في الجلسة الأولى كان واضح من كلامها أنها مستعجل على النتائج فلما تحت الجلسة الأولى أرسلت رسالة هي أنه أنا ضع وقتي ولا استفدت من الجلسة شيء وضعت فلوسي ومدري إيش وكذا طيب فوجدت أنها حلزت موعدة موعدا آخر فلما بلأت موعدة آخر قلت لها طيب أنت كنت مستاءة من الجلسة الأولى قالت أنا بنتائج أنا ما عندي نتائج كانت أجل إيش فاتح أنت أنا فاتح أنا ما عالجي أنا ما أشفي الناس لست أنا الذي أشفيهم هي خطوات لكن على نار هادئة إذا أنت مستعجلة الاستعجال في إصلاح النفس دائما يأتي بنتائج عكسية دائما يأتي بنتائج عكسية شوي شوي ركادة والحمد لله يعني هذه الحالة لا أنساها لأنها يعني كأنها حصل لها حصل لها مفهوم اليقظة كأنها استفاقت فعلا أنا مستعجلة فعلا أنا مستعجلة أنا راجعت معالجين كثير وأطباء كثير وأنا بحالقة يمكن أنت مشكلت أنت مستعجلة نضع خطة طويلة الأماد ويعني ونشوفش المشكلة وفعلا هي من الحالات التي الله سبحانه وتعالى يعني أكرمنا وحصلت لها نجاحات لما تخلصت من الاستعجال لما تخلصت من الاستعجال كيف تعمل أو ما الذي نقصده بالعمل هو أن تشتغل عن نفسك تشتغل عن نفسك في في يعني في جوانب كثيرة وكلمة الشغل عن النفس تتكرر كثيرا لكن مقصود فيها أنه أن تبذل الجهد في كل مجال المجالات الخامسة التي ذكرناها الدينية والنفسية والعلاقات التي هي اجتماعية والحياتية والأزمات والصفات النفسية تشتغل عليها وما تستعجل ما أكتب الأراك في عمر شوف الآية وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين تنطبق في ظني أيضا على على يعني النفس اشتغل عن نفسك حتى إلى آخر لحظة بحياتك لا تستبقى وبهداوة وبرفق مع حكمة وتشتغل على كل جانب الجوانب النفس تشتغل عن نفسك في جانب الإيمان والعبادة تشتغل عن نفسك في باب العلاقات وحسن علاقاتك تشتغل عن نفسك بالصفات النفسية تقوي من صفاتك النفسية تشتغل عن نفسك في باب الحياة والسعادة والنجاح تصحح مفاهيمك للسعادة تصحح مفاهيمك للنجاح تشتغل عن نفسك بالأزمات بحيث أنك تكون بحيث يصبح بناءك النفسي وعودك صلبا يصبح بناءك النفسي قويا وعودك صلبا فإذا جاءت هذه الأزمات وجدت بناءا قويا ثابتا صامدا أمام هذه الريح الله فهذا هو العمل على النفس كيف تعمل على النفس ما في مشكلة كيف تعمل يعني الخطوات التفصيلية عمرها أسهل في نظري أنا كل جزئية جزئية الاكتئاب لها طريقة جزئية القلق لها طريقة جزئية باب الإيمان والعبادات لها طريقة جزئية العلاقات مع الناس لها طريقة وأصلا هو علم النفس قائم على هذه التفاصيل الجزئية الكثيرة جدا عند إنسان غضوب مثلا إنسان عصبي إنسان خواف إنسان همة ضعيفة في باب المعالي والكمالات إنسان ينهار بسرعة في الأزمات والمواقف الصعبة كل واحدة منها لها طريقة في العمل سواء كان سواء كان يعني تشتغل على تقويت بعض الجوانب في صفاتك النفسية تحسن من أشياء تعدل من أشياء لكن في نهاية تشتغل مهم أن تعرف أنه لابد من الشغل وفي نقطة مهمة هنا فيما يتعلق بالعمل أظن رؤبة من الحجاج كان يصف الجمل أو الناقة وأنا غردت بها في تغريدة مصورة في فيديو يصئل العرب عرب صحراء ناجد تحديدا يعني مشهورين جدا بكثرة الفاضل العربية الواصفة لكل التفاصيل وعندهم قدرة لغوية واسعة جدا حيث يعطون وصفا لكل شيء كل شيء يعطون وصف ويفرقون بين متماثلات بتفريقات عجيبة جدا يعني مثلا النفوذ اللي هو نفوذ الرمل هذا اللي هو التل الرملي هذا رأس التل الرملي رأس التل الرملي ما قبل القمة بقليل بمترين ثلاثة أمتار عادة يكون أصعب في الطلوع مما قبله يسمون هذه المرحلة العنك أو المعتنك فكان رؤبه يصف ناقة تصعد هذا التل حتى إذا اقتربت من رأس التل بالكاد تحبي فقال أوديت إن لم تحب حب والمعتنك أوديت يعني هلكت يعني أنا سأموت وسأهلك إن لم أحب هذا الحب وأجاهد نفسي حتى أتخطى رأس التل هذا الرملي أوديت إن لم أحب حب والمعتنك المعتنك هو الشخص إما الناقة أو الإنسان الذي يتعثر في مشيه قبل الوصول إلى المقصود والغاية وهذا التشبيه مهم جدا في النفس في التعامل مع النفس إنه أنت يعني تجاهد نفسك وهي ترفض أحيانا وتكسل أحيانا لكنك مع شي مع شي إن لم تحب هذا الحب أوديت يعني خسرت أو هلكت أو فإذن الشغل مع الشغل على النفس لابد أن يصاب صاحبه الرفق وعدم الاستعجال وسنتكلم عن بعض القواعد إن شاء الله قبل ما ننتهي يمكن إذا بقي عندنا وقت نتكلم عن بعض قواعد عامة في يعني قواعد عامة جيدة في بعضها ذكرناها مثل قضية عدم الوسوسة عدم التشدد عدم الاستعجال هذا من قضائل مهم جدا في التعاون مع النفس نعم من تشبيهات اللي ذكرتها دكتور ما يتعلق بتربية الأبناء وأن العمل النفس مثل مثل تربية الأبناء وممكن حتى بعض السلف كان يتكلمون عن ترويض السباع وترويض يعني الحيوانات في المنزل يعني مثلها مثل الشغل مع النفس صحيح صحيح طب الآن ننتقل إلى مكون آخر هو محاسبة النفس هذا كيف ممكن نتحققه أنت الآن من مفهوم محاسبة النفس مفهوم يعني واضح جدا أنه أنت عندك أهداف وحاط لك خطوات وخطة وأنت تراقب نفسك وتتعلم وتعمل طيب لا بد أحد يراقب هذا المشروع كله ولن يراقبك أحدا مثلك لن يراقب نفسك مثل نفسك فلا بد من المحاسبة المحاسبة هي أنه أنت يعني جرد الحسابات كأنه متابعة عندك خطة وضعت خطة تتابع أنت نفذت الخطة أو لم تنفذ الخطة والمحاسبة يعني مفهوم إسلامي أصير رسول الله عليه وسلم يقول الكيس 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 يعني الذكي يعني 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 لا هي ليست في باب الذكاء هي في باب الحكمة وباب العقل فالكيس من دان نفسه بمناسبة الذكاء ترى يعني تعظيم الذكاء باعتباره أهم الميزات العقلية غير صحيح الحكمة مثلا الروية ولذلك مثلا رسطو لما قسم الصفات أفلاطون قبل له ذو ما جاء رسطو قسم الصفات إلى أربعة الأولى جعلها الحكمة ويقصد بها الروية يعني وليس الذكاء الذكاء الذي هو يعني القدرات العقلية الفائقة عموما هذا استطراد يعني فالنبي الله سلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إلى آخره فكلما دان دان نفسه دان نفسه يعني حاسب نفسه حاسب نفسه و يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد ولتنظر نفسه النظر هنا الآن النفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة هي النفس المحاسبة وهذا ترى من باب المدح وليس من باب الذنب نفس اللوامة هذا مدح قسم بالمدح وعمل رضي الله عنه أرسل خطاب إلى أمراء الأمصار قال له محاسب نفسك في الرخاء قبل لحساب الشدة فالمحاسبة مفهوم أصيل أصلا وهو نقيض الغفلة الغفلة والجهل كلها نقيضها المحاسبة المحاسبة معناها أن تكون يقضا في أن هذا المشروع مشروع إصلاح هذه النفس مشروع عمر بالنسبة لك وليست قضية عابرة ولذلك علم نفس الانفعالات هذا الذي جعل العبرة كلها بالانفعالات هو لا يدرك أصلا معنى النفس أصلا وهدف النفس في هذه الحياة ومفهوم النفس في الحياة وغاية وجود الإنسان في هذه الحياة لا نحن نحن نشتغل على النفس بكامل مجالاتها وزواياها ونشتهد في هذا ونحن وغيرنا يعني ويطور الإنسان أدوات تساعد الناس على فعلا إصلاح هذه النفس من من جميع من جميع زواياها كيف تحاسب أيوة العلماء لهم يعني كتابات كثيرة في كيف تحاسب نفسك أصلا فبعضهم يقول والله مثلا في الليل قبل أن تنام تحاسب يسمونها المحاسبة اليومية وبعضهم يقول المحاسبة الأسبوعية مثلا كل جمعة وبعضهم يقول في رمضان تحاسب نفسك أعتقد عامل الزمن مهم يعني أن بين كل وقت ووقت تحاسب نفسك وتراجع يعني طيب مثلا مثلا خلنا نأخذ مثال في العلاقات الزوجية مثلا بين الزوجين أنت بينك وبين زوجتك مشكلة أو الزوجة بينها وبين زوجها مشكلة بغض النظر من المخطأ لا تكرر على المخطأ الآن لكن لا بد يأتي وقت كذا توقف كذا وتحاسب نفسك أنت مثلا هذا في باب العلاقات لو جئنا في باب الصفات النفسية أنت لاحظت مثلا أنه نفسك كسولة فيها كسل فيها طيب توقف وتحاسب نفسك سواء كسل في باب الكمالات الدينية أو كسل في باب الكمالات الدنيوية أنت تحاسب نفسك أن هذا صحيح أن هذه قدراتي يمكن هذه قدراتك خلاص الحمد لله هذه قدراتك خلاص إذا هذا هو الذي أعطاك الله من القدرات والذكاء والنباهة والفهم إلى آخر خلاص لكن هو أن تأكد أن هذا فعلا هو ما أعطاك الله إياه وبعض العلماء يقول لك المحاسبة قبل العمل المحاسبة أثناء العمل المحاسبة بعد العمل لهم كلام كثير ترى في باب المحاسبة هو موضوع مهم جدا في الثقافة الإسلامية والناس يظنون أن المحاسبة هي فقط في الجانب الديني لا 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 في مفهوم علم النفسية في كل المجالات في الجانب الديني والإيماني في جانب العلاقات في جانب الصفات النفسية تحاسب نفسك في باب العلاقات مع الآخرين تحاسب نفسك في كل شيء من حياتك يعني في تراجع الحسابات مراجعة الحسابات ربما يكون هناك مثلا في بعض كتابات الصوفية مثلا بعض المبالغات تحصل أحيانا يعني وارد وكل من يأخذ من كلامه يرد الكلام الصحيح نقبله والصواب نقبله والكلام الخاطئ نرده يعني لكن المفهوم مفهوم صحيح مفهوم لطيف يعني أيضا من المحاسبة من المحاسبة محاسبة النفس على الدقائق يسمونها على الدقائق الدقائق لا يقصدون فيها دقائق الزمن لا الدقائق دقائق القلب يعني يقول أن تحاس نفسك على الهم والخواطر وهذا مفهوم الهم والخواطر ترى هو قريب جدا من مفهوم الفكرة السلبية يعني لكن من زاوية أخرى أنه أنت أنه أنت يعني ما الذي يعني دائما تهتم فيه ما الذي هو معظم عندك والذي يدفعك دائما التعبير المعاصر ما هي أولوياته ما هي الأولويات عندك ترتبناها لأن الأولويات في باب الإرادة هي التي تحرك الإنسان بحسب ترتيب الإرادات فإذا قدم الإنسان شيء وأخر شيء فهو غالبا قدمه وأخره لأنهم قدموا أخر في سلة وترتيب الأولويات في باب الإرادة في محل الإرادة وذلك الحديث حارث وهمام حارث وهمام الحارث والعامل والهمام هو صاحب الهم والإرادة له هم له إرادة له متطلبات له رغبات له والمحاسبة أيضا قد تكون محاسبة كلية وقد تكون محاسبة جزئية المحاسبة الكلية هي أن تحاسم نفسك في القضايا الكبرى في المسارات الخمسة كررناها كثيرا في حلقات كثيرة في باب الإيمان وباب الصفات وباب العلاقات وباب الحياة وباب الأزمات في الجملة ناظر في الجملة تحاسب وتنظر لنفسك تنظر ماذا ما قدمت لي غد وأيضا المحاسبة الجزئية المحاسبة الجزئية في كل موضوع محدد مثلا نأخذ باب الإنفعالات والمحاسبة قد تبدو عند الناس أن مفهومها سلبي أنه في محاسبة واحد يحاسبك واحد دقيق عليك لا لا والشبوب ليس شرطا ليش شرطا المحاسبة هو عمل мحايد قد تكون محاسبة صحيحة وقد تكون محاسبة خاطئة قد تكون محاسبة عادلة وقد تكون محاسبة ظالمة فالمحاسبة هو مصطلح محايد لكن الناس صار مصطلح المحاسبة ينصر في يدهانهم إلى المحاسبة الظالمة والمحاسبة الصعبة وهذا خطأ في التداول اللغوي وإن كان هو في الأصل لا المحاسبة مصطلح ومعنى ومفهوم محايد مرة أخرى هنا نحذر من الوسوسة في المحاسبة ونحن دائما نحذر من هذا نحن نذكر المفهوم الصحيح ونحذر من التطرف إلى أحد الطرفين هذا باختصار مفهوم المحاسبة جميل الآن نجي المكون الخامس اللي هو مجاهدة النفس كيف ممكن نحقق هذه المجاهدة لأهدافنا المجاهدة هي من كلمة الجهد والاجتهاد يعني هي الجهد والجد والاجتهاد في بذل الوسع في فعل ما ينفع النفس والنفس وترك ما يضرها حالا ومآلا في الدنيا والآخرة في الدين والدنيا المجاهدة هي تعني أن تبذل الجهد اللازم وردت أحاديث مهم جدا نتناقشها نهي باب المجاهدة قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله فلاحظة الفعل هنا يتصبر يستعفف يستغني والحديث الآخر إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه أو يوقه شف لاحظ هذا المصطلحات ترى مهمة جدا إنه لابد من مجاهدة لابد من جهد والذي يريد أن تتعدل نفسه وتحصل له المرادات والمسادفات النفسية بدون جهد هذا من أنواع الكذب على النفس هذا من أنواع الكذب على النفس يعني نحن كثير من صفاتنا وأفعال وتصرفاتنا ليست ناشئة من جهل فقط أحيانا قد تكون ناشئة من جهل صحيح لكن أحيانا تكون ناشئة من عدم بذل الجهد أصلا والناس تقريبا يعني لو لا تأملت في أحوال الناس ستجد أنه البعض قد يكون مشكلته العلم والجهل وما يتبعها الغفلة والبعض قد يكون مشكلته العمل والمجاهدة وبذل الجهد يعني هو عارف لكنه ضعيف وقبل سنوات أنا كتبت قصة قصيرة يعني حصلت لي في بريطانيا قصة كان روان هو عارف ضعيف عارف ضعيف قصة حصلت لي مع سائق تاكسي يعني لعل تاكسي تحت حصل مناسبة أخرى للحديث عنها إذن المجاهدة هي أن تبذل الجهد لابد من جهد والذي يتصور أنه يمكن يعني مثلا الذي يتصور أنه يمكن تحقيق المسادفات النفسية بالساهل هم هؤلاء هم الذين يذهبون إلى التنجيم والطاقة والجذب ودورات التنمية البشرية ودورات الحلول السريعة لا يريد لا يريد أن يبدل الجهد لا يريد لا يريد سفياني الثوري هو من أعظم يعني علماء الإسلام يقول ما علجت شيئا أشد علي من نفسي مرة لي ومرة علي طبعا هم وسفيان يتكلم عن كمالات الكمالات سفياني الثوري يتكلم عن كمالات الكمالات لكن لكن أظن أن هذا صحيح حتى في حتى لي أنا وأنت وللمستمعين هنا يأتي سؤال كيف وجاهد نفسي يعني أحيانا يأتي في العيادة أشخاص يقول لك يا أخي أنا ما أستطيع أنا صعب علي هذا إيه هو لو كانت سهلة عليك كان ما أجيت للعيادة كان حلتها بنفسك وانت هنا وأنت أتيت للعيادة أو طلبت المشهور لأنها صعبة عن نفسك فهو دورنا هو مساعدتك على هذا الجزء الصعب من نفسك لكن لا بد من بدل الجهد وحيانا تأتيني إيميلات مثلا أعطني مشهورة سريعة وأنا أريد حلول سريعة ما في حلول سريعة أعطني خطوات واضحة وعثين ثلاثة أربعة أنا ما بيحيل أحذر جلسات وما جلسات أنا ما لي خلق روح العيادة لا تقول لي اقرأ الكتاب الفلاني وقرأ الكتاب الفلاني أعطني خطوات وعثين ثلاثة أربعة ما يجي كذا ما يجي يعني تحصيل المستهدفات النفسية ما يحصل بهذه الطريقة أنت تحتاج أن تجاهد نفسك على أولا تجاهدها على الصدق مع نفسك أصلا وألم الاعتراف وألم فهم الحقيقة النفس الجهد الذي تبدله في العلم والتعلم والمعرفة ومعرفة الصفات النفسية والقراءة والسؤال مجاهدة نفسك على الشغل على النفس والعمل عليها مجاهدة نفسك على معالجة الأمراض التي ستظهر مع الوقت شغل هو شغل وأنا أتكلم معك الآن جلسة أتأمل وأستذكر مع نفسي يعني أشياء يعني مع نفسي يعني أشياء بدون ما أفضح نفسي أشياء أخذت معي سنوات وأشياء أخذت معي أشهر وأشياء أصلحتها وأشياء لازلت أسعى أسعى لأصلاحي وهنا نأتي مرة أخرى من موضوع الكلام ذكرته قبل غريل تقدير الذات أنه أيهما أنفع للإنسان استراتيجية مجاهدة النفس وتزكية النفس وإصلاحها ولا استراتيجية لا أقدر ذاتك أحب نفسك نتكلم عن البناء النفسي تحديدا أيهما أحسن للإنسان الاستراتيجية التي التي هي صادقة مع النفس وتسعى إلى تحقيق المسهدفات النفسية بالعزيمة والصدق ومفهوم القوة مفهوم القوة في الإسلام ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إن خير من استجرته القوي الأمين يعني هذا باختصار ما يتعلق بالمجاهدة مجاهدة النفس حين طولنا كمان والله طولنا العلنة نختم حين وصلنا للسؤال الأخير اللي هو إذا في قواعد عامة في موضوع التعامل مع النفس ترشدنا لها في اختامها ويمكن أكثرها نقلناها يعني لكن سريعا كذا بس أحاول أستهضر نعم مثلا الفرق بين الجبلي والكسبي أو المكتسب هذا مهم جدا أفهم الناس إنه في أشياء أنت مجبول عليها وفي أشياء لا تحتاج تكتسبها وحتى الجبلي حتى لأنت أشياء أنت مجبول عليها قد تموت وتنطفي مع الوقت إذا أنت لم تحسن فيها فتجتهد فيها وتسعى إلى تطويرها وتقود يعني وتنميتها أيضا من الأسئلة أنه أو من النقاط أنه هل يمكن تغيير النفس هل في صبات تغييرها ما في شيء ما يمكن تغييره لا يوجد شيء لا يمكن تغييره لكن بدرجات متفاوتة والقاعدة أنه الشيء اللي يتعسر عليك تجاوزه ثم أرجع له في وقت آخر اللي يمكن تسميته بالدورة الزمنية أنه الآن مثلا هذا الموضوع ما تعسر عليك تجاوزه الآن ثم أرجع عليه بعد سنة سنتين ثلاث يعني النفس سبحان الله قد لا تنفتح لك الآن لكن تنفتح لك فيما بعد هذا بمناسبة ينطبق على كل شيء بما في ذلك الانفعالات النفسية السيئة والعوارض النفسية السيئة من القضايا المهمة أنه أحيانا إنسان يكون زعلان من نفسه لديه نقطة ضعف زعلان من وجودها يعني متضايق من وجودها صفة سيئة مزمنة فيه لم تتغير أنا مودي أقول له شيء ترى أنا مثلك كلنا مثلك ويعني المهم أنه لا تتوقف عن المجاهدة وشوي شوي ومن سار وصل قد يعني 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 قد يلجئك هذا الزعل على نفسك أنك تسلك مسائل خير جيد وهذا مر عليه كثيرا يعني يعني مثلا يبرعنا في العيادة أشخاص يكون عنده قلق مثلا فهو يعالج القلق بطرق خاطئة يكون عنده مثلا يكون عنده مثلا كمالية فهو يعالج الكمالية بطريقة بطرق خاطئة فلما يأتي للعيادة ويكتشف أن هذا الطرق خاطئ يبدأ يزع على نفسه يلوم نفسه يعني لوم النفس الندم مطلوب لكن لوم النفس اللوم غير المفيد ليس مطلوبا ليس مفيدا أصلا ليس مفيدا إنما المفيد هو اللوم التحفيزي أما اللوم التقريعي فما يحقق هدف ما يحقق مكاسب يعني مثلا أذكر مرة واحد أحد المرضى جاء في العيادة ويقول أنا شخص محافظة على الصلاة وكذا إلى خيري لكني عندي مشكة الأفلام الإباحية والمواقع الإباحية وذهبت إلى كذا خصائي نفسي أو عطي نفسي يقول خلاص اقبل نفسك زي ما هي فيقول لي كيف أقبل نفسي مفهوم اقبل نفسك هذا مفهوم تصالح مع نفسك مفهوم خاطئ يعني لا المطلوب هو الصدق والمجاهدة أنت جاهد نفسك بدون تقريع للنفس تقريعا يعني مؤذيا وسلبيا والله سبحانه يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم فأنت موعود موعود أنه أهم شيء تشتغل عن نفسك أهم شيء تشتغل النتائج ستأتي بإذن الله تعالى يعني يمكن هذه يعني يمكن أبرز القضايا مثلا من القضايا المهمة القواعد المهمة ما يمكن تسميته بقاعدة وهي تميز المنظور الإسلامي يمكن تسميته قاعدة المزيج في التعاون عن النفس المزيج كلام اللي قلناه قبل شو أنه أنت تعانى مع نفسك مثل ما تربي أبنائك بالتشجيع والمديح من جهة والمطالبة من جهة والمحاسبة من جهة والرفق من جهة وعدم التشدد من جهة هذا المزيج هو الذي يميز المنظور الإسلامي وهو أحسن وأفضل طرق في التعانم عن النفس بديل عن الطرق أما المتشددة في القسوة على النفس والرياضات النفسية العنيفة أو ردات الفعل لها وهي الطرق التي تعظم النفس وتقدر الذات وإلى آخره يمكن الأخيرة هي قضية أو قبل الأخيرة الأشخاص الذين لا يريد أن يدخل لا يريد أن يدخل في مواجهة نفسه لا يريد أن يدخل في مواجهة نفسه في الداخل أحد المرضى كان يقول لي ليش أفتح كل الأبواب أنا ما بي أصلح كل شي أنا بس عندي ها النقطة ذي صلحها لي وبس خلاص فهو يريد أن يتعامل مع نفسه بالطريقة المشهورة فلسفية تسمى ميكانيكس الطريقة الميكانيكية أنه التعامل مع النفس باعتبارها كأنها سيارة خربان فيها الكفر ماذا نتصلح الكفر بس ما عليك من الباقي ما عليك شغل في الباقي هذا يذكرنا أحيانا ببعض الشباب المبتلى بالشدد الجنسي فيأتي يقول لك أنا عطني تمارين سلوكية أتعالج من الشدد الجنسي وما عليك من باقي حياتي علم النفس الإسلامي لا يؤمن بهذه الطريقة ولا يشتغل أصلا بهذه الطريقة ولا يمكن يشتغل بهذه الطريقة أصلا أنا أريد أن أختم بكلمة أهمية التسديد والمقاربة أن الإنسان يسدد ويقارب سددوا وقاربوا نقرأ سويا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك أبو محمد هذه خير خاتمة ليس فقط للحلقة بل للموسم الأول أعطيك العافية دكتور والله يتقبل مننا ومنكم ونراك إن شاء الله في موسم ثاني الله يرضى عليك وأنا سعدت جدا بالحوار معك في هذه الحلقات وبذلنا كلنا لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة